بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي المتعلمين في درس جديد في مادة الرياضيات تحت عنوان وحدات قياس المساحة الهدف من هذا الدرس هو تعرف الوحدات قياس المساحات والعلاقة بينهما الآن نقترح عليكم الوضعية التالية طلبت أستاذة القسم الرابع من أختك أن تفكر في طريقة لحساب مساحة هذا المربع ففكرت أن تجمع بين قياسات أطوال أضلاعه الأربعة فيترى هل كان تفكيرها صحيحا؟ ولماذا؟ لديكم مهلة للتفكير الآن عدت إليكم لكي نقم بالإجابة عن الوضعية إذن ما قالته أختك كان صحيحا؟ لماذا؟ محيط المربع هو مجموع قياس أطوال أضلاعه بمعنى الأضلاع التي تحيط بالمربع إذن أضلاع المربع هنا ملونة بالأحمر وهي تمثل محيط المربع بمعنى نقوله لأن المحيط هو الإطار إنتع المربع أو إطار أي شكل هو الذي يمثل المحيط محيط المربع هو مجموع قياس أطوال أضلاعه بمعنى أضلاع التي تحيط بالمربع ما فكرت فيه أختك كان صحيحا؟ إذن بينما مساحته هي كل ما يوجد داخل المربع إذن مساحة هي ما يوجد داخل المربع هي بالضبط ملونة بالأزرق ننتقل إلى النشاط الأول لنقسم المربع السابق إلى ثربعات صغيرة متقيسة ونأخذ الثربع كوحدة للقياس ثم نحسب مساحة هذا المربع كان لدينا مربع عادي قمنا بتقسيمه إلى ثربعات صغيرة متقيسة يعني جميع التربعات لها نفس الأبعاد الآن قموا بحساب مساحة هذا المربع ولكم مدة للإنجاز أي مدة للإجابة الآن أعدت لكم من أجل الإجابة عن الناشخة الآن أعدت لكم من أجل الإجابة عن الناشخة الآن تعرفتم سابقاً سواء في المستوى الثالث أو في المستوى الرابع على مفهوم المساحة قمتم بحساب مساحات مضلعة عن طريق التربعات وعن طريق استعمال قواعد اكتشفتم قاعدة مساحة المربع ثم المستطيل الآن نتطرق إلى مساحة هذا المربع عن طريق التربعات نقم بحساب عادي عدد التربعات الموجودة في المربع فحصلنا على 25 تربعات قمنا بعدي عدد التربعات الصغيرة الموجودة في المربع فحصلنا على 25 تربعات إذن نقم بالإجابة عن طريق التعليل لقياس مساحة المربع نضرب عدد تربعات السطر الأفقي في عدد تربعات السطر العمودي بمعنى السطر الأول يتكون من خمسة تربعات زائد سطر الثاني يتكون من خمس تربعات زائد سطر الثالث يتكون من خمس تربعات زائد سطر الرابع يتكون من خمس تربعات زائد سطر الخامس يتكون من خمس تربعات إذا عدنا للمربع سنلاحظ أن السطر الأول يتكون من خمس تربعات سطر الثاني خمس تربعات سطر الثالث خمس تربعات والسطر الرابع خمس تربعات والسطر الخامس خمس تربيعات ثم نلاحظ بأن المربع يتكون في كل عمود يتكون من خمسة ماذا؟ خمسة تربيعات في السطر خمس تربيعات في العمود خمس تربيعات العمود الأول خمس تربيعات العمود الثاني خمس تربيعات العمود الثالث خمس تربيعات الرابع خمس تربيعات الخامس خمس تربيعات إذن السطر الأفقي من المربع يتضمن خمس تربيعات وبينما كذلك السطر العمودي يتضمن خمس تربيعات الأفقي خمس تربيعات العمودي خمس تربيعات إذن ماذا نفعل؟ سنضرب خمسة تربيعات في خمسة تربيعات سنحصل على خمسة وعشرون تربيعات عن طريق مثلا عن طريق الجمع المتكرر نعود إلى الشكل ثم نقوم بحساب عدد تربيعات عن طريق الجمع المتكرر السطر الأول خمس تربيعات زائد السطر الثاني خمس تربيعات زائد السطر الثالث خمس تربيعات زائد السطر الرابع خمس تربيعات زائد السطر الخامس خمس تربيعات إذن 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 الخمسة تتقرر 5 مرات وبالتالي عملية الجودة أي عملية ضرب يعني 5 في 5 تساوي 5 وعشرون إذن الخمسة الأولى تمثل السطر الأفقي بينما الخمسة الثانية تمثل السطر العمودي وخمسة وعشرون تمثل عدد التربيعات الموجودة في المربع الآن يمكن انطلاقا من الكتابة الجداء السابقة يمكن استخلاص القاعدة انطلاقا من 5 في 5 يساوي 25 يمكننا استخلاص القاعدة التالية وهي كالتالي الخمسة ثم الخمسة ثم 25 تمثل في القاعدة التالية الخمسة تمثل الدلع ثم الخمسة تمثل الدلع ثم 25 تمثل مساحة المربع إذن خمسة تمثل الدلع في خمسة تمثل الدلع تساوي مساحة المربع إذن مساحة المربع هي الدلع في الدلع وسبق أن نرأينا هذه القاعدة في السنة الماضية مساحة هذا المربع هو 45 تربيعة عفواً مساحة هذا المربع هي 45 تربيعة الآن ننتقل إلى النشاط الثاني لدينا مربع طول ضلعه 10 سنتيمتر ما هي مساحته؟ وكم ستكون مساحته إذا كان طول ضلعه 1 ديسيمتر؟ إذن لديكم مهلة للتفكير مع الإجابة ترجمة نانسي قنقر الآن عدت إليكم من أجل أن نقوم بحل هذا النشاط الآن نعلم أن طول ضلع المربع 10 سنتيمتر نطبق القاعدة السابقة التي استخلصناها انطلاقاً من النشاط الأول والتي رأيناها في المستوى الرابع مساحة المربع هي الضلع في الضلع وطول ضلع هذا المربع هو 10 سنتيمتر إذن نقوم بالتطبيق العددي فإن 10 سنتيمتر التي تمثل الضلع في 10 سنتيمتر التي تمثل الضلع تساوي 10 في 10 تساوي 100 سنتيمتر في سنتيمتر إذن سنتيمتر كاري يعني إذن مساحة المربع طول ضلعه 10 سنتيمتر هي 100 سنتيمتر مربع الآن نعلم أن طول ضلع المربع 1 ديسيمتر و1 ديسيمتر يساوي 10 سنتيمتر إذن نطبق القاعدة السابقة مساحة المربع هي الضلع في الضلع إذن نقوم بالتطبيق العددي الضلع يمثل 10 سنتيمتر في الضلع يمثل 10 سنتيمتر إذن 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر تساوي 100 سنتيمتر مربع الآن قلنا 10 سنتيمتر تمثل 1 ديسيمتر و10 سنتيمتر تمثل 1 ديسيمتر سنقوم بتعويض 10 سنتيمتر ب1 ديسيمتر ثم 10 سنتيمتر ب1 ديسيمتر 1 ديسيمتر في 1 ديسيمتر يعطيني 1 ديسيمتر مربع الآن نستخلص مما سبق مساحة مربع طول طلعه 10 سنتيمتر هي 100 سنتيمتر مربع وأن مساحة مربع طول طلعه 1 ديسيمتر هي 1 ديسيمتر مربع إذن 1 ديسيمتر مربع تساوي 100 سنتيمتر مربع العلاقة بين الديسيمتر مربع والسنتيمتر مربع هي كالتالي 1 ديسيمتر مربع تساوي 100 سنتيمتر مربع ننتقل إلى النشاط الثالث لدينا مربع طول ضلعه 10 ديسي ماتر ما هي مساحته وكم ستكون مساحته إذا كان طول ضلعه 1 ماتر لديكم مهلة للتفكير والإنجاز خد قلما وضفترا ترجمة نانسي قنقر الآن سنقوم بتصحيح هذا النشاط نعلم أن طول ضلع المربع 10 ديسي ماتر إذن نطبق قاعدة مساحة المربع الضلع في الضلع الضلع هنا يمثل 10 ديسي ماتر ثم الضلع الثاني 10 ديسي ماتر إذن 10 ديسي ماتر في 10 ديسي ماتر تساوي 100 ديسي ماتر مربع 10 في 10 تساوي 100 ديسي ماتر في ديسي ماتر يعطيني ديسي ماتر مربع إذن مساحته هي 100 ديسي ماتر مربع نعلم أن طول ضلع مربع هو 1 ماتر وإذا قمنا بتحويل 1 ماتر إلى ديسي ماتر ستسبح 10 ديسي ماتر الآن لدينا سابقا 10 ديسي ماتر في 10 ديسي ماتر تعطيني 100 ديسي ماتر مربع الآن أعوض 10 ديسي ماتر ب1 ماتر قلنا 1 ماتر يسوي 10 ديسي ماتر إذن نعوض 10 ديسي ماتر ب1 ماتر نعوض 10 ديسي ماتر الأولى ب1 ماتر ثم الثانية ب1 ماتر 1 مدر في 1 مدر يعطيني 1 مدر مربع 1 في 1 يعطيني 1 مدر في مدر يعطيني مدر مربع الآن نستخلص مما سبق مساحة مربع طول ظلعه 10 ديسيمتر هي 100 ديسيمتر مربع وأن مساحة مربع طول ظلعه 1 مدر هي 1 مدر مربع قلت استخلصنا مما سبق أن مربع طل ضلعه 10 ديسيمتر مساحته 100 مم مربع وأن مربع طل ضلعه 1 مم مساحته 1 مم مربع إذن هناك علاقة تربط ما بين الواحد مم مربع ومئة مم مربع إذن 1 مم مربع تساوي 100 ديسيمتر مربع يعني هناك علاقة ما بين الواحد مم مربع وديسيمتر مربع بمعنى ما بين المم مربع وديسيمتر مربع العلاقة التي تربط بينهما هي أن 1 مم مربع تساوي 100 ديسيمتر مربع الآن ننتقل إلى الخلاصة الوحدة الأساسية لقياس المساحات هي المتر مربع ويرمز له بالمتر مربع الآن الجدول هو كالثالث الآن قلنا الوحدة الأساسية لقياس المساحات هي المتر مربع ويرمز له بالمتر مربع الآن الوحدة الأساسية هي المتر المربع ثم هناك أجزاء المتر المربع وهي كالتالي ديسيمتر مربع ويرمز لها بدي أم كاري ثم سنتيمتر مربع ورمزها كالتالي ثم مليمتر مربع ورمزها كالتالي الآن مضاعفات المتر المربع ديكامتر مربع هيكتومتر مربع وأخيرا كيلومتر مربع الآن كل وحدة تتكون من رتبتين ما معنى رتبتين؟ متر كاري مثلا وحدات قياس الأطوال تتكون من رتبتين واحدة أقول متر إذن المتر يتكون من رتبة واحدة له خانة واحدة بينما المتر المربع يتكون من رتبتين إذن خانة المتر مربع تنقسم إلى قسمين أو إلى خانتين إلى خانة الوحدات ثم العشرات ونفس الشيء لديسيمتر مكعب وحدات عشرات ثم سنتيمتر مربع وحدات عشرات مليمتر مربع نفس الشيء يتكون من خانتين وحدات عشرات أنتقل إلى ديكامتر مربع يتكون من وحدات وعشرات هكتومتر مربع وحدات عشرات وأخيرا كيلومتر مربع يتكون من وحدات عشرات الآن الفرق ما بين قياس الأطوال في الجدول وقياس المساحات أن قياس الأطوال يتكون من رتبة واحدة من نسبة لكل وحدة بينما هنا الوحدة أي المتر مربع أو ديكامتر مربع إلى آخره يتكون من رتبتين ما معنى رتبتين؟ أي خانة المتر مربع تنقسم إلى خانتين من وحدات وعشرات الآن نمثل بالنسبة للعلاقات التي وجدناها سابقا قلنا واحد واحد متر يساوي واحد متر مربع يساوي مئة ديكامتر مربع واحد متر يعني وضعنا الواحدة في وحدات المتر مربع ثم سنقوم بتحويله إلى ديكامتر مربع إذن أحول إلى وحدات الواحدة بمعنى سأملأ الخانات الفارغة بالسفر لأصل إلى وحدات ديكامتر مربع الآن واحد ديكامتر مربع بمعنى أضع رقم الواحدات في وحدات ديكامتر مربع ثم أحول إلى سنتيمتر مربع بمعنى أحول إلى وحدات الوحدة أي أملأ الفارغات لأصل إلى وحدات الوحدة المطلوبة أي سنتيمتر مربع وأخيرا واحد سنتيمتر مربع أضع الواحدة في وحدات سنتيمتر مربع ثم أحول إلى المليمتر مربع أي أضيف الأصفار لأصل إلى وحدات المتر المربع قلنا واحد متر مربع يساوي 100 مليمتر مربع وواحد ديكامتر مربع يساوي 100 سنتيمتر مربع وواحد سنتيمتر مربع يساوي 100 مليمتر مربع إذن ننتقل إلى الوحدات الزراعية لقياسي هناك وحدات أخرى نستعملها لقياسي مساحات فيما يخص الأراضي الزراعية لقياسي مساحة الأراضي الزراعية نستعمل وحدات الزراعية مثل الهكتار الهكتار والهكتار أين هو؟ يوجد في خانة وحدات الهكتومتر المربع بمعنى واحد هكتار يساوي واحد هكتومتر مربع ويوجد أيضاً الأر ونفس الشيء موجود في وحدات ديكامتر مربع بمعنى واحد آر يساوي واحد ديكامتر مربع وأخيراً يوجد السنتيار موجود في خانة وحدات المتر المربع خانة وحدات المتر المربع وواحد سنتيار بدوره يساوي واحد متر مربع أعيد ما قلته الآن قلنا هناك وحدات زراعية نستعملها لقياسي مساحات أراضي زراعية ومنها الهكتار والأر والسنتيار الهكتار واحد هكتار يساوي واحد هكتومتر مربع وواحد آر يساوي واحد ديكامتر مربع وواحد سنتيار يساوي واحد متر مربع وسبق لنا أن رأينا هذا الجدول وحدات قياس المساحات أو مع وحدات الزراعية لقياس المساحات الأراضي الزراعية سبق أن رأينا هذه المسائل كاملها في السنة الرابعة سبق أن رأينا هذا الجدول بوحدات قياس المساحات بالوحدات الزراعية جميع هذه الأشياء رأيناها سابقا في المستوى الرابع الآن ننتقل إلى التطبيق الثمرين يقول أحول إلى الوحدة المطلوبة 15 ديكامتر مربع كمبي ديسيمتر مربع سبعة ديسيمتر مربع كمبي المتر مربع ستة آلاف ديكامتر مربع كمبي الهكتار 14345 سنتيمتر مربع وتسعة وثمانون سنتيار كمبي الهكتار وأخيرا 234.75 هكتار زائد 65 ديكامتر مربع تساوي كمبي سنتيار الآن لديكم مهلة للإنجاز خذ قلما ودفترا تساوي كمبي مربع كمبي She's got a mask بهذا حكل جديد أنتقل إلى التصحيح الثمرين يقول أحول إلى الوحدة المطلوبة الآن لدينا التمرين الثالي ولدينا الجدول دائما لكي نقوم بتحويل الوحدة إلى وحدة أخرى يجب علي أن أستعمل الجدول دائما أمثل الوحدة في الجدول ثم أقوم بالتحويل الآن لدينا 15 ديكامتر مربع كمي ديكامتر مربع كيف أحول؟ أول شيء أحدد رقم الوحدات في الوحدة ثم أمثل رقم الوحدات في وحدات الوحدة أي وحدات ديكامتر مربع أمثل الخمسة في وحدات ديكامتر مربع ثم أستمر في التمثيل ثم أمثل الرقم واحد الآن أحول إلى ديكامتر مربع بمعنى أملأ الفراغات لأصل إلى وحدات ديكامتر مربع أو أبدأ من وحدات ديكامتر مربع هناك فراغ في وحدات ديكامتر مربع أضع السفر ثم أضع السفر أضع السفر أضع السفر إذن حصلت على العدد التالي وهو 150 ألف ديكامتر مربع ننتقل إلى تحويل الثاني السبعة تمثل وحدات ديكامتر مربع أمثل السبعة في ديكامتر مربع ثم أحول إلى المتر مربع أي إلى وحدات المتر مربع الآن متر مربع وحدات متر مربع أضع السفر والسفر هنا يمثل رقم الوحدات أفصل السفر عن باقي الأعداد بالفاصلة السفر إذن حصلت على سفر فاصلة سفر سبعة الآن أنتقل إلى التحويل الثالث دائماً رقم الوحدات قمت بتحديده باللون الأحمر دائماً الآن أمثل رقم الوحدات في الجذول أي السفر في وحدات ديكامتر مربع السفر يليه السفر أتميم تمثيل الآن أحول إلى الهكتار أين هو الهكتار؟ سأضع في الهكتار أي في الخط الذي يوجد أما بعد الهكتار سأضع الفاصلة إذن ستون فاصلة سفر سفر أكتبوا ستون أو ستون فاصلة سفر أو ستون فاصلة سفر سفر لا يهم الجواب صحيح سواء سفر سواء سفر سواء الجواب صحيح سواء ستون عفواً سواء ستون فاصلة سفر سواء ستون فاصلة سفر سفر الآن سنمر إلى الثحويل الرابع 14345 سنتيمتر مربع 89 سنتيار كم بالأر دائماً نستعمل الجدول جدول وحدات قياس المساحات الآن أول مرحلة نحدد رقم الوحدات في كل وحدة حددنا رقم الوحدات فيما يخص الوحدة الأولى أي سنتيمتر مربع وهي الخمسة سأمثل رقم الوحدات في سنتيمتر مربع أي في وحدات سنتيمتر مربع الآن قمت بتمثيل خمسة أتابع التمثيل أتابع التمثيل نحو اليسار 4-3-4-1 الآن أمثل 89 سنتيار قمنا بتحديد رقم الوحدات وهي التسعة سأضعها في سنتيار ثم الثمانية لدينا وحدتين إذن سأقوم بجمع السطرين 5 زائد لا شيء 5-4 زائد لا شيء 4-3 زائد لا شيء 3-4 زائد لا شيء 4-1 زائد 9 شاركت بالسفر أحتفظ بالواحد ثم 9-1 زائد 8 9 الآن المطلوب هو أن نحول إلى R خانة R فارغة سأملأها بالسفر الآن ولكي أفصل رقم الوحدات الذي يمثل R الرقم الذي يوجد في R سأفصله بالفاصلة إذن حصلنا على 0.904 أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفا أنتقل إلى التحويل وأخيرا مائتاني وأربعة وثلاثون فاصل خمسة وسبعون هكتار زائد خمسة وستون ديكامتر مربع كمبي سانتيار دائما نحتاج إلى جدول وحدات قياس المساحات وهو كالثالي الآن نبدأ أول مرحلة في التمتي عفوا أول مرحلة التي أقوم بها هي أن أحدد رقم الوحدات قمت بتحديد رقم الوحدات في كل وحدة إذن سأبدأ المرحلة الثانية أبدأ التمتيل رقم الوحدات في الوحدة أي أربعة في الهكتار ثم أتابع التمتيل ثلاثة اتنان فاصلة خمسة نوة سبعة خمسة زائد خمسة خمسة نوة سيتون ديكامتر مربع أي أمثل خمسة في وحدات ديكامتر مربع ثم أتابع التمتيل أقوم بعملية الجمع الآن خمسة زائد خمسة اكتبوا الصفر وأحتفظ بالواحد واحد زائد سبعة تمانية وستة أربعة عشر اكتبوا الأربعة وأحتفظ بالواحد أربعة زائد خمسة ثلاثة زائد لا شيء ثلاثة اتنان زائد لا شيء اتنان إذن الآن المرحلة الأخيرة أحول إلى سنتيار الآن الخانة الخانة فارغة أملأها بالسفر ثم خانة سنتيار فارغة ها بالسفر قمت بتحويل إلى سنتيار الآن يساوي مليونان وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف سنتيار حصلت على مليونان وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف سنتيار إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله مليونان مليونان